الرحلات الجوية الدولية تستأنف في مطار نيروبي بعد شلال تام استغرق ساعات طويلة على إثر حريق هائل اندلع في المطار الذي يعد أحد أهم المرافع الجوية في الشرق إفريقيا فرق المطافئ تمكنت من إخماد ألسنة النيران التي أتت على جزء كبير من قاعة وصول الرحلات الدولية مخلفة خسائر مدية معتبرة السلطات المحلية التي لم تسجل سقوط ضحايا نتيجة للحريق الذي أثر على 16 ألف مسافر أكدت أنها فتحت تحقيقا لمعرفة أسبابها